اللهم صلي وسلم وبارك على افضل المرسلين وحشتوني جدا يا اصدقاء يوميات لارا العسولة النهاردة عندنا فيديو جديد بفكرة جديدة هنعمل النهاردة مع بعض سلايم وسكوشي بطريقة سهلة جدا ممكن تعملوها بنفسكو في البيت نقول باسم الله الرحمن الرحيم وحنا طبعا بنصنع السلايم فامش هنجيب سلايم من بره احنا هنصنعه في البيت بنفسنا اول حاجة هنجيب كوباية من الميا بعد كده هنجيب معلقة من صبون سائل السحون اللي هو صبون سائل الاطباق بعد كده هجيب كتعة صغيرة جدا من اي معجون اسنان عندنا متوفر عندنا في البيت تمام اقل من ربع المعلقة اي معجون اسنان متوفر عندنا في البيت بعد كده هجيب كتعة سفنك بس هسحب الكميات كلها اضغط عليها عشان تسحب المكونات كلها واضغط عليها مرة واحدة عشان تعمل لي الفقعات او البابلز اللي انا عايزها تمام ودي احسن حاجة في يعني ان انا بقلب المكونات بدل ما قلبها بالمعلقة ممكن اجيب كتعة سفينج وافضل اضغط عليها وعمل لحد ما تعمل غيره في نفس الوقت هي بتقلب المكونات مع بعضها وبيتخليهم يتفاعلوا مع بعض حلو جدا بعد كده عندنا السمغ ابيض او اللي بيتقال عليه غيره ابيض هو بيتقال عليه في بعض الدور العربية سمغ ابيض احنا عندنا في مصر اسمه غيره ابيض تمام احنا هنجيب معلقة كبيرة من الغيره الابيض التقيل اهم حاجة يكون غيره ابيض تقيل تمام احنا بنجيبه من محل حداد والبيات اللي هو المحلات اللي بتبيع دهانات البيوت والجدران والحوائط او بنجيبه من عند مكتبة الادوات المدرسية بس احنا بنجيبه على فكرة نوع رقيص يعني انا بجيب مثلا العلبة الـ 200 جرام بحوالي 8 جنيه من الغيره التقيل اللي هو اللي انا بقولك عليه التقيل اصلي ده بيكون سعره 8 جنيه ربع كيلو بيكون الكيلو سعره بـ 21 جنيه لـ 25 جنيه ما بيكون شغالي اوي تمام انا بضيف ملون والملون ده حسب الرغبة يعني انا قلتلكم قبل كده الملونات ممكن تجيبوها من الوان مية الوان في المصدر الوان اي شادو اه يعني او الوان اه طعام على فكرة ممكن الوان الطعام نحطها عشان انا لقيت اسئلة كتير في التعليقات هل ينفع نحط الوان طعام ولا لا او ينفع تحطوا الوان الطعام الصحية مش الوان بهرات مينفعش احط على غيره الوان بهرات تمام عشان هي بتتفاعل مع الغيره بعد كده حطيت ايه عشان يتكون من السلايم حطيت محفز او ممكن احط برسيل جل اه وممكن احط محلول العدسات وممكن احط محلول ملحي او محلول قلوي بجيبه من الصيدلية بيكون فيه نسبة بوركس عالية ونسبة سوديوم اه وممكن اجيب الدنكار اللي هو من عند العطار اللي هي املاحة فازر الجبنة الحدقة اللي هي بتمنع من تكوين الفطريات اه او ممكن اجيب ايه تاني ممكن اجيب محلول العدسات اللاصقة ممكن اجيب البوركس نفسه فكل ده دي اه بتحل محل المنشطات او المحفزات اللي ممكن استخدمها لتكوين السلايم وطبعا بحط نقطة نقطة لحد ما يتكون السلايم وسبته يبتع خمس دقايق وطلع معي احلى سلايم احلى من بتاع المحلات واحلى من بتاع المصانع يعني مش ضروري ان انا اشتري اه سلايم عشان اعمل بيه اي حاجة او العب بيه لا عادي انا ممكن اصنعه في البيت يعني انا عندي القدرة يعني ما عندي المكونات متوفرة في جميع المحلات ممكن اجيبها واعملها وفعلا ابقى بارعة فيه لدرجة ان انا ممكن اعمل مشروع سلايم لوحدي في البيت وممكن اكسب منه يعني سهل جدا السلايم سهل في عميله اوي واحنا قلنا النهاردة هنعمل مع بعض فكرة سكوشي من السلايم يعني مش السلايم بس بنلعب فيه بس وبنخلص وكده لا احنا ممكن نعمل بيه فكرة تانية وهي السكوشي والسكوشي برضو كروة السكوشي او كروة السلايم احنا بنشتريها باسعار غالية فليه منعملهاش جوه البيت بطريقة سهلة جدا عندنا يا جماعة ازازة الازازة دي انا اطعها دي بتاعت ازازة الكوكاكولا او اي ازازة بغطى انا اطعها اطعها بالسكينة بسخن السكينة على البوتاجاز واقطعها وعندي بلونة عادية جدا سعرها خمسين ارش هقوم جايبها البلونة من تحت الازازة كده وهقوم مسك البلونة حطاها على بقي ازازة كده يعني عارفين اللي هو مطرح انا انا بنفخ البلونة منين من فوق كده هقوم مسكها وحطاها على بق الازازة اللي انا بشرب منه عشان كده انا سمياها بق بق الازازة على بق البلونة تمام وهتأكد ان البلونة مش هتنفك منها بص انا بشدها ازاي مش هتتفك منها كأن البلونة جوه الازازة بالضبط انتو اخدتوا بالكو انا حطتها ازاي ودي اسهل طريقة عشان اعمل كرات السكوشي او كرات السلايم بعد كده بحط السكوشي سوري السلايم عادي جدا بصابعي بقوم حطاه وندخله كده كأن يا جماعة عارفين انتو في ناس كتير بتحشي المحشي او بتحشي البومبار بالقومعة فعادي جدا ان انا اعمله كأنه قمع انا بصراحة الازازة اسهل كتير من القمع عشان القمع ممكن البلونة تزحلق منه لكن الازازة في بق الازازة كده في حتة بلاستيك دي ما بتخليش البلونة تزحلق تمام انا بمسك طبعا السلايم وبحاول امسكه في نفس الوقت بمسك من تحت البلونة من تحت بضغط السلايم لتحت عشان ما يطلعش بضغط السلايم لتحت يعني يخش جوه البلونة قوي عشان ما يطلعش بصه انا مسكة معانا اصح مسكة البلونة منظرها كده مسكة البلونة منظرها عشان السلايم ما يتزحلقش الفوق ما يطلعش الفوق وفي نفس الوقت ما بسمعش بالمسكة دي ما بسمعش للهوى ان هو يخش جوه كرة السكوشي بتاعتي او كرة السلايم بتاعتي عشان سبب فيه ناس كتير بتقولي في التعلاقات هي ممكن بتفرقع لا عمرها ما هتفرقع الا اذا كانت كرة السكوشي او كرة السلايم مصربة هوا الهوى اللي بيخليها تفرقع الهوى اللي بيخليها تفرقع طول ما هي مفهاش هوا بتبقى زي الفل وهوى الريكو دلوقتي انا هعمل فيها تمام انا دخلت الاسلايم والحمد لله دخلت الكمية كلها مكنش مصدق ان انا هدخل الكمية دي كلها جوه البلونة وفعلا نجحت ان انا دخلها وبفك عادي البلونة من فوق بكل سهولة بس لازم اكون مسكة البلونة منظرها كده كويس عشان الاسلايم ما يطلعش البره وباربطها بعقدها بعقدها ما ربطها كده عشان ما الاسلايم ما يطلعش طبعا ولازم تتربط باحكام لو ما بعرفش اربطها ممكن اجيب استك او توكا استك وافضل اربطها كويس بحيس ان الاسلايم ما يطلعش وجربتها معاك وهو جميلة جدا وسهلة جدا وعملنا في مدة قصيرة جدا وصفة السلايم وسكوشي اللي هي كورة السلايم اللي حالة بنشتريها بمبالغ مهولة والاسلايم برضو بنشتري بيه بمبالغ كل ده يعني عملته بحاجات رخيصة جدا ما يكلفتنيش اي حاجة ما يكلفتنيش اي حاجة صنعت كورة سكوشي وصنعت سلايم رائع بجد جميل جدا 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 يعني انتو بنفسكو بجد يعني لسه مدس لايك بس يدس لايك ولسه مشتركش في القناة يشترك في القناة ولسه مضفش تعليق يديه بتعليق من وصفات السلايم بتاعتو عشان يشاركها معانا وعشان ان شاء الله باذن الله نعمل وصفات المشتركين وهنزل وصفاته معانا ولسه ما اجربش التجربة دي او الوصفة دي ياريت اجربها بجد ممتعة جدا وانا اهو عمالة امسك في السكوشي وعمالة اعمل فيها واضغط فيها وفظيعة جربوها وقول لي تحت في التعليقات باي باي